بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم وعلى عبد الله الرسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة الله وندي وبعد فيقول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيت وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيمة يقسم الله تبارك وتعالى بنفسه جل وعلا ويضيف النبي له فلا وربك يعني يا محمد لا يؤمنون نفى الله تبارك وتعالى الإيمان عن هؤلاء المنافقين الذين ذكروا في الآيات السابقة وهم الذين أرادوا أن يتحاكموا في بعض الخصومات التي وقعت لهم إلى حكم اليهودي كعب بن أشرف في المدينة معرضين عن حكم الله وحكم رسوله وكذلك عن الذين لم يرضوا بحكم النبي صلوات الله وسلامه عليه كما قال زبير بن العوام رضي الله تعالى عنه ما أرى هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلا يعني جاءت في خصومة تقول كان بيني وبين أنصاري في شراج الحرة ما في الحرة كان لزبير بن العوام أرض على هذا الماء أقرب إلى المنبع وأرض للأنصار أبعد فاختصموا في من يسقي أولا فتحاكموا إلى النبي صلى الله وسلم فقال النبي إسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك وقال النبي إسقي يا زبير وذلك لأنه أقرب إلى يعني الماء يجري عليها أولا ثم قال له إسقي أنت أولا هو الأقرب إلى يعني المنبع ثم أرسل الماء إلى جارك فقال ذلك الأنصاري للنبي أن كان ابن عمتك يعني حكمت له بأن يسقي هو أولا إذ كان هو ابن عمتك وذلك أن يعني زبير بن عوام هو ابن صفية بنت عبد المطلب بعمة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه كلمة عظيمة تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر اتهم النبي بأنه حكم بهذا الحكم يعني محاباتا لزبير بن عوام أنه قريبه ابن عمته فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعد ذلك قال له اسقي يا زبير ثم يعني حتى يصل الماء إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جدر فبين النبي أن هذا حقه أن حق من هو أقرب إلى الماء أن يسقي أولا ثم قال له يعني خذ حقك وافيا ثم بعد ذلك أرسل الماء إلى جارك فننزل هذا الآية فلا وربك يقسم الله تبارك وتعالى بذاته العلية سبحانه وتعالى وأنه رب محمد صلوات الله وسلامه عليه فلا وربك لا يؤمنون نفي للإيمان لهؤلاء حتى يحكموك فيما الشجر بينهم شجر يعني من خلاف وسمي الشجر لأنه كأن المختلفين تتداخل يعني الخصومة والحقوق بينهما فأتي الحكم ليبين ما حق هذا وما حق هذا فيما شجر بينهم يعني فيما نشأ بينهم من أي خلاف يقع بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم هذا أول شيء أنهم يتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت أي ضيق الحرج الضيق يعني أن الحكم الذي يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد فيه أي ضيق بتاتا لحكم الله وحكم رسوله فهذه الآية فيها بيان أنه لا إيمان لمن لم يرضى بحكم الله تبارك وتعالى حاكم إلى يعني حكم الله وحكم رسوله ولا يكون في صدره أي ضيق من حكم الله وحكم رسوله ويسلم للأمر تسليما كاملا ثم بين سبحانه وتعالى طبعا مضت الآيات في أن الله تبارك وتعالى نهى النبي أن قال فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أعرض عنهم يعني بالإنزال العقوبة وعظهم وقل لهم في أنفسهم في خاصة أنفسهم يعني قولا بليغا ثم قال فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك في مشجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليم ثم هنا بين الله تبارك وتعالى بأنه لو حكم عليهم بحكم يعني بالحكم الذي يستحقونه الحكم الشديد كما حكم على يعني من قبل ممن يعني خرجوا عن الإيمان إلى الكفر لما فعله إلا قلوا منهم قال ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم هذا يستحق القتل اقتلوا أنفسكم هنا أنفسكم ليس معنى ذلك هو الانتحار وإنما اقتلوا أنفسكم اقتلوا إخوانكم هؤلاء حكمنا عليهم بأنه أن أهل الإيمان يجب أن يقتلوا من تحاكم إلى غير يعني حكم الله ومن رضي بغير حكم الله وحكم رسوله كما حكم الله تبارك وتعالى على اليهود عندما عبدت طائفة منهم للعجل أن يقتلوهم قال موسى قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم فلم يتب الله تبارك وتعالى عليهم إلا بأن يقتل الذين عابدوا العجل قال جل وعلا ولو أن كتبنا عليهم من اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم عقوبة يعني اترك أرضك هذه التي عصيت الله تبارك وتعالى فيها واخرج من أرضك إلى أرض أخرى هجرة هنا مفروضة عليه قال جل وعلا ما فعلوه إلا قليل منهم ما فعلوه هذا الأمر ليكون كفاره وتوبى لهم يعني يحكم الله تبارك وتعالى عليهم بحكم وعقوبة في الدنيا عقوبة شديدة كالقتل حتى يقبل الله توبته أو الخروج من أرضه حتى يقبل الله توبته قال جل وعلا ما فعلوه إلا قليل منهم ثم قال جل وعلا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيت ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به يوعظون به هذا يزجرون به كالعقوبة هذه الشديدة التي يرتبها الله تبارك وتعالى على هذا الذنب لكان خيرا لهم لكان استجابتهم وفعلهم للأمر الذي أمرهم الله للعقوبة للإذعان للعقوبة التي يعاقبه الله تبارك وتعالى بها على هذا الذنب خيرا لهم في الدنيا والآخرة وأشد تثبيتا يكون أشد تثبيت لهم في الإيمان هذه أمرين هذه أنظر نتيجة إذعانهم لحكم الله والله الذي يحكمه عليهم والعقوبة التي يفرضها عليهم من أجل التوبة لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ثم وإذا لآتيناهم من لدنا أجر عظيم ثم ولا هديناهم صلاة مستقيم أصبحت أربعة يعني مثوبات يثيبهم الله تبارك وتعالى بها وإذا لآتيناهم من لدنا أجر عظيم على الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى أجر عظيم ومن هذا الأجر العظيم الجنة ولا هديناهم صلاة مستقيمة في الدنيا هداهم الله تبارك وتعالى صلاة المستقيم إليه سبحانه وتعالى إذن طاعة الله تبارك وتعالى فيما يشرعه لعباده والاستجابة للعقوبة التي يعاقب بها الله تبارك وتعالى من أذنب الاستجابة لهذا والاستتلام لهذا فيه كل هذه الفوائد المنافع ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا له وأشد تثبيت وإذا لآتيناهم من لدنا أجر عظيم ولهديناهم صلاة المستقيم وهذا فيه بيان ليس لهؤلاء فقط وإنما لكل أحد أن الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى والإذعان له وأخذ العقوبة التي فرضها الله تبارك وتعالى للذنب بالاستسلام والرضى إن هذا هو خير له في دينه وفي دنياه ثم قال جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق جاءت هنا هذه الآية العامة التي تبين أن كل من أطاع الله ورسوله ومن يطع الله والرسول من منصير العموم كل والطاعة معروفة يطع الله والرسول جعل الطاعة لله والرسول وذلك أن الرسول إنما أمره أمر الله يأمر بأمر الله تبارك وتعالى فهو مبلغ عن الله تبارك وتعالى لا يأمر من عند نفسه قال فأولئك يعني الذين يطيعون الله والرسول مع الذين أنعم الله عليهم معهم في الآخرة هذه معهم في مستقر رحمة الله عز وجل ومع الذين أنعم الله عليهم هذا أعظم الإنعام وهو الإفضال والتكريم والمثوبة العظيمة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين يعني أنهم محشرون كائنون في الجنة مع هؤلاء من النبيين النبيين جمع النبي والنبي هو الذي تأتيه الأنباء والأنباء هي هذه الأخبار العظيمة من الله تبارك وتعالى والصديقين جمع صديق صيغة مبالغة من التصديق وذلك أنه صدق كلام الله تبارك وتعالى والصديقين والشهداء الشهيد من أكرمه الله تبارك وتعالى بالموت في سبيله فهو شهيد بمعنى أنه شاهد بواقعه شاهد على أنه قد قتل في سبيل الله يعني حالا وكذلك شاهد قالا بأن الله يستشهده على من قتلوه على من حوله فيستشهد شاهدة مقبولة عند الله وهذه منزلة عظيمة والشهداء والصالحين جمع صالة وهو فاعل الأمور الصالحة فاعل الصلاح وكل ما أمر الله تبارك وتعالى به هذا الصلاح للعبد في الدنيا وصلاح له في الآخرة قال جل وعلا وحسن أولئك رفيق أحسن رفقه هذه أعظم رفقة أعظم رفقة ممكن أن يرافقها الإنسان هذه الرفقة الطيبة من النبيين والصديقين والشهداء الذين يجمعهم الله وتبارك وتعالى في مستقر رحمته في الجنة ولذلك لما خير النبي بين البقاء في الدنيا وبين الموت واللتحاق بهذه الرفقة كانت آخر كلمة قالها صلى الله عليه وسلم أن رفع بصره إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى قالت أمنا من عشر رضي الله تعالى عنها وهي مسندة للنبي على صدرها يعني في هذه الساعة قالت لما قال قالت فرفع النبي بصره إلى السماء وقال مشيرا أن أصبح في الرفيق الأعلى فقلت إذن لا يختارنا مدام فضل الرفيق الأعلى إذن لا يختارنا لا يختار أهل الدنيا وفي الدنيا أعظم يعني حب لو صلى الله عليه وسلم من أهل الدنيا زوجه عائشة رضي الله تعالى عنها الذي سئل النبي من أحب الناس إليك فقال عائشة فقالوا من الرجال قال أبوها وأصحابه وأحبابه والنبي ديت لكنه يعني لما خير وكل نبي قبل أن يقبض الله تبارك وتعالى روحه يخيره بين البقاء في الدنيا ما شاء وبين يعني الآخرة فطبعا لا أفضل من الآخرة فخير النبي يعني هل البقاء أم الصحبة فقال في الرفيق الأعلى فهؤلاء الرفيق الأعلى هؤلاء هم الرفقة الطيبة رفقة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين قال الله وحسن أولئك الرفيق لا أحسن لا أحسن من هذه الرفقة ثم في الجنة في جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه جل وعلا هذا حض من الله تبارك وتعالى العباد بأن يذعنوا لأمر الله وإن كان فيه شدة وفيه دي فهذا الله يقول له لو أنا حكمنا عليهم بهذا الذنب اقتلوا أنفسكم بالقتل أو بالخروج من الديار والأهل لكان ينبغي المسارع إلى الأمر الله عز وجل لأن هذا هو الأفضل وهذا الخير هذا هو الخير لأن مآله خير انظر إلى مآل هذا الأمر وإذا لآتيناهم من لدنا أجل عظيم ولهديناهم صلاة مستقيمة ثم ومن يطع الله والرسول ثم هذه الرفقة الطيبة يعني في الجنة قال جل وعلا ذلك الفضل من الله ذلك المشر إليه هذا هذه الرفقة أن يعيش الإنسان وأن يحيى الإنسان مع هذه الرفقة الطيبة في الجنة ذلك الفضل من الله الفضل المنة وهذا الإكرام هذا واقع من الله وكونه واقع من الله إذن هو عظيم جدا بل لا تتصور عظمته لأن العظيم الرب الإله العظيم سبحانه وتعالى الله عظيم وبالتالي لا بد أن يكون عطاؤه عظيم فالعطاء إنما هو على قدر المعطي سبحانه وتعالى ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما كفى به عليما سبحانه وتعالى وذلك أنه قد وسع كل شيء علما سبحانه وتعالى يعني أنه يكفيك بالله تبارك وتعالى عليم بكل شيء ما يغيب عن علم الله شيء وهذا فيه يعني توجيه من الرب تبارك وتعالى إلى أن يعني من ينال هذه المنزل العظيمة ينالها من علم الله تبارك وتعالى حاله سبحانه وتعالى وأنه لن ينالها إلا من يستحقها على الحقيقة وذلك أن الذي ينيرها هو الله والله من الله هو الذي هو العليم من شؤون عباده سبحانه وتعالى فكأن المعنى من علم الله تبارك وتعالى منه يعني الاستحقاق لهذه الفضل أعطاه الله تبارك وتعالى كفى به عليم يعني فلا يطمع النطامع ولا يظن النظان أنه يصل إلى هذه المنزلة دون أن يكون من أهلها لأن الذي ينيله هذا الفضل هو الله وكفى بالله تبارك وتعالى عليما بخلقه سبحانه وتعالى هذا فاصل من هذه السورة في الأحكام في بيان حكم الله تبارك وتعالى ووجوب الإذعام فيه إليه ورد كل خصومة إلى الله ورسوله وبين حال هؤلاء المنافقين الذين أظهروا الإيمان بالله وبرسوله ولكنهم يعني ناقضوا ذلك بأن تحاكموا إلى غير حكم الله ورسوله ثم جاءت يعني بيان الله تبارك وتعالى لحقيقة فعلهم هذا وأنهم فعلوا الكفر وأن هذا لا ينبغي وبيان الطريق إلى أن يخرجوا من الإثم الذي وقعوا فيه برجوعهم من الله واستغفارهم ثم طلبهم من النبي أن يستغفر لهم ولو أنهم الظلموا وأنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله التواب الرحيم قد أجمع السلف والصحابة رضي الله عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يسأل يعني الدعاء لمن يستشفى عنده في حياته ولكن لا يسأل هذا بعد موته صلى الله عليه وسلم بدليل أن الصحابة من الله عليهم كانوا إذا يعني استشفعوا إلى الله تبارك وتعالى بعد موت النبي يستشفعون بدعاء الصالحين منهم ولا يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يذهبون إليه ويقول له يا رسول الله ادعو الله لنا ونحو ذلك كما حصل في عام الرمادة لما يعني قحط المسلمون في عهد الصديق قال عمر خرج المسلمون وقالوا اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا واليوم نتوسل إليك بعم نبينا قم يا عباس فدعو الله على فقام العباس فدعى الله تبارك وتعالى وكان من دعائه اللهم لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة وهذه أيدينا بينها وهذا يعني نرفع يعني أيدينا إليك فنزل المطر يعني في الحال لم يخرجوا من مقامهم إلا واستجاب الله تبارك وتعالى دعاه والشاهد أنهم ما كان الصحابة ليعدلوا عن توسل بدعاء النبي إلى دعاء العباس لو كان هذا الأمر جائزا وإلا لذهبوا عندما أقحطوا وقالوا رسول الله يعني يدعو الله لنا الأمر فيه قحط وفيه شدة ونحن فيه بلاء فدعو الله لنا توسلوا بدعائه عند قبره صلى الله عليه وسلم وهو عندهم ولكنهم لم يفعلوا هذا لأن هذا لا شك كأنه شرك يعني وإنما توسلوا بدعاء العباس وقال عمر اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا عند الجد بكنا نتوسل يعني بالنبي وذلك كما جاء في حديث أنس بن مالك في الصحيحين أن النبي وهو يخطب دخل رجل من يعني من الباب المسجد فقال يا رسول الله حلكت العيال حلكت الأموال ادعو الله أن يسقينا فعند ذلك توجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى القبلة ورفع يديه حتى رؤيا بيض إبطائه وهو يدعو الله تبارك وتعالى يقول اللهم اسقينا اللهم أغفنا يقول أنس يقول فوالله لقد دعا رسول الله وما بالسماء من قزعة قزعة يعني قطعة صغيرة من الغيم والقزعة الغيم إذا كان متقطع في السماء ثم قزعة يقول فجاءت غيمة كالترس صغيرة مثل الترس الذي يتترس به المحارب يقول ثم توسعت في السماء يقول ثم نزل المطر يقول فخرجنا نمشي في المطر يقول فوالله ما رأينا الشمس أسبوع أسبوع كامل لم يره الشمس والمطر نازل يقول ثم إلى الجمعة التي تلي ثم صعد النبي المنبر يخطب في الناس فدخل رجل يقول لا أدل له ذلك الرجل أو غيره وقال إلى رسول الله هلكت الأموال هلكت العيال ادعو الله أن يعني يرفع عنا المطر فقال نبي صلى الله اللهم حاولينا ولا علينا اللهم على على الآكام والضراب ومنابت العشب يقول فانجاب يعني السحاب يعني من وسط يعني حول المدينة يقول حتى أصبحت المدينة في مثل الجوبة يعني كأن قطع قطع من السحاب على مقدار مساكن المدينة وبدأ المطر يعني خارج على يعني على الأكام والضراب ومنابت العشب وال المدينة في مثلها فالنبي صلى الله عليه وسلم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال ليتام عصمة للأرامل فكان الصحابة يقول إذا كنا إذا أجدبنا هذا كلام عمر توسلنا إليك بنبينا فتسقينا واليوم نتوسل إليك بعم نبينا قم يا عباس فدعو الله لنا فدعا العباس فالشاهد من هذا أنه لو كان يعني يجوز دعاء النبي أو طلب الدعاء من النبي صلى الله سلم لما عدل الصحابة يعني من عن النبي إلى التوسل بدعاء العباس رضي الله عنه فالنبي أكمل لا شك وأعلى وشفاعته أولى لكن هذا لا شك أنه يعني شرك و يؤدي يعني إلى الشرك هو وسيلة وذريعة إلى الشرك بالله تبارك وتعالى ولذلك لم يفعله الصحابة الشهد هذا في قول الله تبارك وتعالى وعظا من الله لهؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجريمة وهي الكفر بالله تبارك وتعالى بالتحاكم إلى الطاغوت وعظهم الله تبارك وتعالى بأن يستغفروه وأن يذهبوا إلى النبي أي في حال حياته فيطلب منه صلى الله سلم أن يغفر لهم ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم بالتحاكم إلى غير الله جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا لهم الرسول لوجد الله التواب الرحيم ثم قال تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيته ويسلم تسليما ثم بيّن أن الله تبارك وتعالى من رحمته بهذه الأمة لم يشرع لهم يعني عقوبة شديدة للتوبة كما شرع على بني إسرائيل فإن بني إسرائيل من وقع منهم في الكفر عقبه الله تبارك وتعالى بالقتل لم يقبل الله تبارك وتعالى خروجه من ذنبه إلا بالقتل قال موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم بانتخاذكم من العجل فتوبوا إلى بريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بريكم فتاب عليكم فلم يقبل الله تبارك وتعالى توبتهم إلا هذا لكن يعني من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة جعل قبول التوبة حتى في الذنب الذي هو كفر بالله تبارك وتعالى إنما هو بالاستغفار والرجوع إلى الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقرطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميع إنه هو الغفور الرحيم ولا يستلزم يعني في أهل الإيمان القتل وبين قال جل وعلا ولو أن كتبنا عليهم من اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به مهما كان لأن هذا يعوذكم الله به هذه العقوبة وعظ منه سبحانه وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا له وأشد تثبيته وإذا لأتيناهم من لدنا أجر عظيم ولهديناهم صراطا مستقيما ثم أخبر الإنسان المؤمن في سبيل الجنة والرفقة الطيبة فيها فليكن كل شيء يعني دون ذلك جلل ويسير قال جل وعلا ومن يطع الله والرسول وإن كان في طاعة الله والرسول ما كان من الأمر الشديد ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما توجيه إن هذا الفضل العظيم هذا من أعظم الفضل أن يجمع الله تبارك وتعالى هذه الصفوة من عباده الصفوة النقية الصافية الصالح النبيين الصديقين الشهداء الصالحين أن يعيش الإنسان يحيي الإنسان معهم في الجنة حسن أولئك رفيقا وليس معه انظر حال أهل الجنة إنما هم مجرمون اللصوص الزناه الفساق المجرمين يعني حشره معهم ووجوده معهم عذاب هو هذا عذاب في ذاته ولو كانوا في جنة ولو كانوا في جنة لكان الإنسان معذبا معهم فكيف تجمع كل هذه يعني الحثالات من المجرمين فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون يكفي هذا الحشر مع هذه الطائفة فتكفي النار عذاب أن يكون أهلها بهذه المثابة وتكفي الجنة يعني سعادة لأهلها ونعمة أن يكون أهلها أهلها هم الصفوة من عباد الله تبارك وتعالى وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما انتهي هذا الفاصل قدنا من يعني فواصل هذه السورة العظيمة سورة النساء ثم يبدأ الله تبارك وتعالى يعني بفاصل جديد في بيان أحكام من أحكام القتال أحكام السابقة كانت في أحكام يعني الحكم أمانة الحكم وكيف ما يجب على الحاكم وما يجب على المحكمين ووجوب التحاكم في كل صغير وكبير إلى حكم الله وحكم رسوله صلوات الله وسلامه عليه وما يترتب على يعني الإذعان لأمر الله وما يترتب على يعني التفصي والخروج من أمر الله عز وجل بدأ هذا الفاصل الجديد من السورة بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اخذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطئا فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولا كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما يا أيها الذين أمنوا خطاب من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمن ناديهم مواصفا إياهم سبحانه وتعالى باسم الإيمان الذي فيه حض لهم على الفعل وجوب الامتثال يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم يا أمرهم الله تبارك وتعالى بأخذ الحذر أي من أعدائهم وهو التبصر والترقب وإعداد العدة والاستعداد للأمر كل هذا يدخل في معنى أخذ الحذر من أعدائهم خذوا حذركم ثم ذكر الله تبارك وتعالى قال فانفروا ثبات أو انفروا جميع هذا نوع من يعني أخذ الحذر فانفروا النفر هو الخروج في سبيل الله ثبات ثبات جمع ثبه والثبه اللي هي القطعة من الجيش سرية مجموعة من الجيش يعني إما ثبه ثبه ثبات مجموعات جيوش أو انفروا جميع النفير عام كل المسلمين ينفرون النفير عام وهذا بحسب يعني الخطة الموضوعة وبحسب الحاجة إلى ذلك فقد يكون أمر يعني ثغر و حرب تحتاج مجموعة فتوجه لها المجموعة أو أكثر من مجموعة فيوجه لها أو يحتاج الأمر إلى نفير عام فينفر يعني أهل الإسلام جميعا لملاقات عدو وقد فعل النبي هذا وهذا صلوات الله والسلام عليه فإنه كان يرسل السراية والبعوث حين تكون السرية ثلاثين شخص أربعين شخص خمسة أشخاص يعني مصالح حربية مختلفة كال أن يكون عيني أتوه بالأخبار أن يكون يعني في إثر قوم منهزمين أو لملاقات عدو يترقب عدوته وهجومه أو وكذلك خرج النبي في نفير عام كالنفير العام يعني في أحد خرج المسلمون جميعا في بدر لم يطلب النبي قال من كان ظهره حاضرا في الياتي فلم يطلب من كل المؤمنين أن يخرجوا يعني جميعهم في أحد كان نفير عام في الخندق نفير عام في غزوة الحديبية عندما ذهب النبي كان ذهب للعمرة فخرج ألف وستمائة ألف وأربعمائة معه هؤلاء فقط الذين يعني خرجوا للعمرة معه في تبوك كان فرعا غزوة تبوك أمر كل مسلم أن يخرج وكل من تخلف تخلف عن النبي بضع وثمانون من المنافقين نزل فيهم آيات شديدة في سورة سورة التوبة التي يسميها يعني الصحابة سموها الفاضحة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر